طيب هل دي كل الأسباب اللي تخلي القيء أو الترجيع يحصل؟ الإجابة لا فيه أسباب تانية برضو بتنبه مركز القيء في المخ زي إيه؟ زي القيء اللي ممكن يحصل في اليوم الأول أو الثاني بعد الولادة وده بيحصل نتيجة ابتلاع جزء من السائل الأميوني يعني الطفل لما بيتولد أثناء عملية الولادة زي بالزبط اللي بيبقى في مية ونبيعرفش يعوم فبيكون بلع جزء من السائل اللي بيكون محيط به أثناء عملية الولادة ده بيحصل الحاجة المميزة أول ده بيحصل في اليوم الأول أو الثاني بعد الولادة مشهورة الحكاية دي أو القيء اللي ممكن يحصل من اليوم الرابع بعد الولادة في اليوم الرابع كده وإحنا طالعين في اليوم الرابع لغاية الأسبوع الأولاني وده بيبقى له سببين حاجة كل الناس يعني الأهلين الكبار عارفين المصطلح اللي أقوله ده مصطلح شعبي كده جميل بسيط ولكنه علمي اسمه هجمة اللبن إنه بيبقى في أمهات عندهم لبن رضاعة كتير فالجسم بيبقى زي ما كنا عايز يتعرف عليه فبيبقى حاجة كبيرة كده أو حاجة كتيرة فدي بيسموها هجمة اللبن يقوم يحصل زي ترجيعه وطبعا ده بياخد زي ما قلنا أيام وبينتهي لأنه خلاص الجسم بيتعرف عليه الحكاية دي برضو بتحصل في حالة تانية خالص اللي هو حكاية الترجيع من اليوم الرابع لنهاية الأسبوع الأول لو الأم اللي بتردع رضاعة طبيعية أكلت بعض الأغذية وأشهر غذاء أو أشهر حاجة تعمل الحكاية دي المنجة المنجة اللي اللي الناس كلها بتحبها دي تمام كده؟ المنجة عشان كده الأمهات اللي لسه والدين لسه والدين ما تكليش منجة لأن ده ممكن يؤدي إلى ترجيع الطفل تمام؟ يعني على الأقل في أول أسبوع كله بعد كده بألف عنا وشفة والحالة الطبية كمان برضو من الحالات اللي فيها ترجيع اللي بيكون فيها ارتخاء في نهاية المريء وبداية المعدة أو حالات حساسية الجهاز الهضمي من نوع معين أو أكتر من الأغذية أو ضيق مخرج المعدة اللي هو بيسموه فتحة البواب وده بيحصل ما بين عمره أسبوعين إلى عمر أربع شهور على فكرة كل اللي أنا بقوله ده يعني فايندينجز أو معطيات طبية يعني الدكتور هو اللي بيبقى عارف وده ايه وده ايه يعني هما المفروض بيشرحوا بقى لحضراتكو زي ما أنا بعمل كده يعني مش المفروض أن حضراتكو تبقوا عارفين معلومات عامة عشان بس تبقوا عندكو ثقافة ايه اللي بيحصل لطفلنا ولما الدكتور يشرح لنا حاجة نبقى فاهمين أو عندنا خلفية هو بيتكلم في ايه الآخر نوع اللي أنا قلت عليه ده اللي هو بتاع الأربع شهور علامته المهمة قوي هو حدوث القيء القوي بعدما الطفل يرضع بحوالي 15 ل30 دقيقة وطبعا ده والحالات السابقة كلها بتستدعي التدخل الطبي كل الترجيع بيستدعي التدخل الطبي الفوري يعني طفل بيرجع نروح للدكتور أو على أقل يعني أضعف الإيمان نكلمه تمام كده بس بشكل عام لازم التحرك السريع بقى يعني لازم نتحرك نقوم من مكاننا ونروح للدكتور أو نروح إيادة أو نروح مستوصف أو نروح مستشفى لو لقينا ايه بقى مع الترجية لو لقينا لقدر الله دم أو مادة خضرة في القيء وبتبقى دي العصارة الكابدية أو كان فيه ألم شديد في البطن ودي بنشوفها عند الطفل نلاقي بطنه فيها حركات تموجية كده زي إيدي كده بتلاقيه عاملها زي ما يكون بتتريعش أو لو حصل تكرار للقيء أكتر من مرة خلال 24 ساعة أو حصل انتفاخ في البطن أو كان الطفل شبه نايم على طول أو حصل له رعشات في جسمه زي التشنجات أو ظهور علامات الجفاف الله هو الجفاف ممكن يجي مش من الإسهال ممكن يجي مع الترجية الجفاف ده بيظهر في الجلد بيبقى جفاف في الفم افتقاد الدموع تلاقي الطفل بيعات من غير دموع وظهور المنطقة الطرية اللي بتبقى في راس الطفل وتلاقوا البول أولايل جدا في الحالات دي اللي أنا لسه أقيلها دي لازم نتحرك فورا نروح للدكتور على طول تمام طيب ايه التصرف السليم في حالات الترجية أو القيء أول وأهم حاجة أنا عمل أقولها هو التواصل مع الطبيب التواصل مع الطبيب الطبيب هيوصف لك أدوية ممكن يقول لك حتى مثلا الأول بالتليفون طب اعملي كذا طب اديله كذا لغاية ما تجولي أو رأبي كده الموضوع وبعد ست ساعات أعرف الوضع وهكذا يعني الدكتور هيقول لنا على أدوية الأدوية دي المفروض أنها بتوقف القيء في حال كانت كرر أكتر من مر وعلاج طبعا السبب الرئيسي يعني لازم بقى نعرف إيه السبب مع أعراض تانية مع مشكلة تانية في الجهاز تنفسي مع مشكلة في الجهاز الهضمي مع مشكلة في الأزن وهكذا بالمناسبة في أحوال كتيرة جدا بيتاخد محلول معالجة الجفاف للأطفال اللي بترجع وده مش بس بيحمي الحقيقة من حدوث الجفاف لكن كمان بيقل الحدوث القيء مرة تانية على فكرة مع حلول معالجة الجفاف ده عشان تبقى حضراتكو عارفينه في المواد المهمة اللي الجسم بيفقدها أثناء الترجع أو الإسال في أملاح ومعادن وهكذا بيعوض الجسم اللي هو فقده ترجمة نانسي قنقر